اشتركوا في القناة واختارينا خمسة جهزة لحلقة اليوم هما من سامسونج القليكس الاموحد وثلاثين اس بسعر ١١١١ دولار ومن ريال من ريال من سيفن بسعر ١٣٩ دولار ومن هواوي الهواوي واي تسعاي بسعر ١٢٣ دولار ومن شاومي الريدمي نوت ناين برو بسعر ١٢٥ دولار ومن انفينيكس اختارينا الانفينيكس زيرو ايت بسعر ١٢٨ دولار تنبيهها مصدقائي هذه الاسعار سجلت يوم اعداد الفيديو في السوق العراقي وقابلة للتغيير بحسب السوق والبلد وعروض الشركات اهلا بكم وياكم محمد من قناة تكتاين وافضل الهواتف اللي ممكن تشتريها وسعرها بين ١٢٠٠٠ دولار ظلوا ايايه طبعا اأكد على هذا الجانب بان الجمال شي نسبي وما اقدر احدد منه اجمل من منه لان الاذواق مختلفة ممكن يعجبني تصميم جهاز وانت ما يعجبك والعكس صحيح لكن من حيث الخصائص التصميمية اختياري رح يكون هو الشومي رايد مي نوت 9 برو لان هو الوحيد بهذه المجموعة مصنوع من الزجاج ومحمل طبقة حماية من غورن غوري الكلاس جيل خامس وبعده يجي الهواوي الواي 9A ومن ثم الانفينيكس 08 والريالمي 7 واخيرا الام 31 اس من سامسونج اللي شكله صار قديم جدا ومكرر بشكل كبير اهنان منافسة قوية جدا لان كل جهاز بيميزة اتفوق عن غيره لان اذا نجي نشوف مواصفات شاشات هذه الاجهزة فرح نلقى بان الام 31 اس شاشة السوبر امولود بمقاس 6.5 انج وبدقة الفول اجدي بلاس وبكثافة بيكسلات عالية بـ 405 بيكسل بالانج الواحد وبطبقة حماية من غورن غوري الكلاس جيل الثالث اما الريالمي 7 فشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 انج وبدقة الفول اجدي بلاس وبكثافة بيكسلات ممتازة ايضا بـ 405 بيكسل بالانج الواحد وبطبقة حماية من غورن غوري الكلاس جيل الثالث لكن ما يميز هذه الشاشة هو دعمها للتردد العالي الرفريش ريت اندب 90 هيرتز بينما الهواوي Y9 أيضا شاشة IPS LCD بمقاس 6.63 إنش وبجودة Full HD Plus بكثافة بيكسلات 397 بيكسل بالإنج الواحد لكن ما عندك أي طبقة حماية على الشاشة أما الريد مي نوت 9 برو فرح نلقى أن شاشة بدقة LCD بمقاس 6.67 إنش وبدقة Full HD Plus بكثافة بيكسلات 395 بيكسل بالإنج الواحد لكن موجود عندك طبقة حماية هي الأفضل من بين هذه المجموعة من Gorilla Glass G الخامس وإذا نشوف الـ Infinex 08 فرح نشوف شاشة LCD أيضا بمقاس هو الأكبر بين هذه المجموعة ب6.85 إنش وبدقة Full HD Plus بكثافة بيكسلات 392 بيكسل بالإنج الواحد لكن ما عندك طبقة حماية على الشاشة لكن بالمقابل عندك تردد شاشة عالي هو 90 هيرتز بعدنا شفنا مواصفات شاشات هذه الأجهزة فرح نلاحظ كل جهاز بميزة اتميزة عن غيره لكن اختياري رح يكون لشاشة الـ Galaxy M31S لعدة أسباب أولها أنه شاشة السوبر أمولود ورح تحصل على تشبع ألوان عالي وزوائع المشاهدة بيه ممتاز وأيضا سطوء حفظه الشمس المباشر عالي ما تواجه أي مشكلة بعدها اختياري رح يكون لشاشة الـ Realme 7 والإنفينيكس 08 اللي يتمتازه معدل التحديث عالي عند التسعين هيرتز ثم الـ Redmi Note 9 Pro وأخيرا شاشة الـ Huawei Y9A اكتبونا أصدقائي بصندوق التعليقات أنتو شنو اختياراتكم من ناحية الشاشة وإن جهاز تفضلون شاشته هنا منافسة قوية جدا جدا لأن إذا نشوف سعات البطاريات وسرعة الشحن فيكون عندك الاختيار محير لأن الـ M31S من سامسونج بطارية بقدرة 6000 ميلي أمبير وهي الأكبر وشحن سريع بقدرة 25 واط أما الـ Realme 7 فبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير بعدها أمل الشحن السريع بقدرة 30 واط وإذا نشوف الـ Huawei Y9A فيجب بطارية هي لضعف بالمجموعة بقدرة 4300 ميلي أمبير لكن هو الأفضل من حيث قدرات الشحن السريع لأن قدرته هي 40 واط بينما الـ Redmi Note 9 Pro فبطاريته بقدرة 5020 ميلي أمبير ويدعم لك شحن سلكي سريع بقدرة 30 واط وأخيرا الـ Infinix Zero A تلي بطاريته بقوة 4500 ميلي أمبير لكن تدعم لك شحن سلكي سريع بقوة 33 واط كل هذه الأجهزة يتم شحنها من خلال مدخل الشحن الـ Type-C من الجيل الثاني مع دعمهم لتقنية الـ OTG فمثل ما تشوفون أصدقائي الاختيار صعب ومحير لكن اختياري راح يكون للـ M31S اللي شحنته بقدرة 6000 ميلي أمبير بعدها راح يكون الـ Huawei Y9A كأعلى شحن سريع وبعدها من Infinix Zero A ثم الـ Realme 7 واخيرا الـ Redmi Note 9 Pro لكن إذا نحول على إعتاد الصلب ولمعظم المستخدمين يدورون هاتف متوسط يمشيهم أهم استخداماتهم خصوصا PUBG و Call of Duty وهنا راح نشوف أن التقييم لهذه المجموعة متفرع وصعب نختار وأكد عليكم إذا تريد تعرف لي الصعب أن أصحك تشوف هذا الفيديو من سلسلة قبل لتشتري أي تليفون عن الإعتاد الصلب في الأجهزة إذا ما شايفة حتى تعرف وشون راح يكون تقسيم هذا الجزء من الحلقة نرجع للمنافسة المشتعلة بين الأبطال ونشوف إعتاد كل جهاز وبعدها مقيم أول شيء الجالكسي M31S اللي بي معالج سامسونج الشهير بهذه الفي الأكزينوس 9611 معمارية تصنيعها هي 10 نانومتر وبمعالج رسومي من نوع المالي G72 الممتاز بالغرافيكس وبرام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 أما الريال مي سيفن فمعالجه من عائلة الميدياتيك الأحدث الجي 95 لكن معمارية تصنيعها هي 12 نانومتر وبمعالج رسومي قوي بهذه الفي هو المالي G76 وبرام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت أيضا من نوع UFS 2.1 أما الهواوي الريال 9 فمعالجه من جركة ميدياتيك هو الجي 80 معمارية تصنيع 12 نانومتر ومعالج رسوميات قديم من المالي G52 وبرام 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت أيضا من نوع UFS 2.1 أما الهواوي الريال 9 فموجود بمعالج من ميدياتيك جي 90 تي معمارية تصنيع أيضا 12 نانومتر ومعالج رسوميات من المالي G76 وبرام 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت أيضا من نوع UFS 2.1 وأخيرا الريد مي نوت 9 برو فمعالجه من كوالكم لسناف دراجون 720 جي معمارية تصنيع هي الأفضل 8 نانومتر وبمعالجه الرسومي قوي جدا بهذه الفي هو الأديرينو 618 وبرام 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 وبعد ما شفنا قوة المعالجه فاختياري رح يكون للريد مي نوت 9 برو لأن إجاب المعالج الأفضل برأيه وفضل معمارية الأحدث 8 نانومتر والأضعف برأيه هو الهواوي الواي 9A لأن المعالجه هو الهيليو G80 وهذا الأضعف من بين المعالجات الموجودة في هذه المجموعة وإيضا افتقار الخدمات جوجل اللي كثير من المستخدمين يعتبروها عيب كبير أهنان منافسة شديدة جدا بين الأبطال لأن كلهم يقدمون كاميرا ممتازة جدا ومواصفات الكاميرات لكل جهاز راح ألخصها لكم كالتالي لموحد 30S كاميرات الخلفية ربوعية الأساسية بقوة 64 ميجابيكسل F1.8 وكاميرا ألتروايد بقوة 12 ميجابيكسل F2.2 كاميرا تين العمق والماكرو بقوة 5 ميجابيكسل F2.4 وكاميرا سيلفي بقوة 32 ميجابيكسل F2.2 تدعم الكاميرات سواء الأمامية أو الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة 4K بسرعة 30 أطار الثانية أما الهواوي الواي 9A فكاميرات الخلفية أيضا ربوعية الكاميرا الأساسية بقوة 64 ميجابيكسل F1.8 وكاميرا ألتروايد بقوة 8 ميجابيكسل F2.4 كاميرا تين العمق والماكرو بقوة 2 ميجابيكسل F2.4 كاميرا السيلفي منبثقة بقوة 16 ميجابيكسل F2.2 تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة 4K بسرعة 30 أطار الثانية أما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير الفيديوهات فقط بدقة FHD أما الريد مي نوت 9 برو أيضا كاميرات الخلفية ربوعية الكاميرا الأساسية بقوة 64 ميجابيكسل F1.9 وكاميرا ألتروايد بقوة 8 ميجابيكسل F2.2 وكاميرا تين للعمق والماكرو بقوة 2 ميجابيكسل F2.4 وكاميرا السيلفي بقوة 16 ميجابيكسل F2.2 والكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K بسرعة 30 أطار الثانية أما الأمامية فتدعم تصوير الفيديوهات بدقة FHD والريال مي 7 أيضا كاميرات الخلفية ربعية الكاميرا الاساسية بقوة 48 ميجابيكسل F1.8 وكاميرا اليترا وايد بقوة 8 ميجابيكسل F2.3 وكاميرا تين للعمق والماكرو بقوة 2 ميجابيكسل F2.4 وكاميرا السيل فيها بقوة 16 ميجابيكسل F2.2 أيضا الكاميرا الخلفية تدعم لك تصوير الفيديوهات بدقة 4K بسرعة 30 أطار الثانية أما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير الفيديوهات بدقة Full HD واخيرا الانفينيكز زيرو ايت اللي ايضا كاميرات الخلفية الربعية الكاميرا الاساسية بقوة 64 ميجابيكسل F1.9 وكاميرا اليترا وايد بقوة 8 ميجابيكسل F2.3 وكاميرا التين للعمق بقوة 2 ميجابيكسل F2.4 هنا انا ما عندك كاميرا اليترا وايد والجهاز الوحيد بين هذه المجموعة اللي بي كاميرا تين سيلفي الاساسية بقوة 48 ميجابيكسل F2.2 والاليترا وايد بقوة 8 ميجابيكسل F2.2 كذلك والكاميرات الخلفية تدعم لك أيضاً تصوير الفيديوهات بدقة 4K بسرعة 30 أطار بالثانية أما الكاميرا الأمامية فتدعم لك فقط تصوير الفيديوهات بدقة Full HD الاختيار صعب بين كاميرات هذه الأجهزة لكن اختياري رح يكون للـ M31S من سامسونج اللي يقدم كاميرات بصورة ممتازة مع دعم الكاميرا تصوير الفيديوهات بالكاميرا الأمامية والخلفية بقوة 4K بعدها رح يكون الهواوي واي 9i ثم الريد مي نوت 9 برو بعدهم الريومي 7 وأخيراً لينيف نيكس 08 لكن هي من الأفضل من المجموعة كاميرات السيالفي أتمنى أن تكون الفكرة توضحت وبشكل مختصر ومفيد لكم كل هذه الأجهزة نوعاً ما متقاربة في الأداء والشحن والبطاريات وكل جهاز عنده ميزة تميزة عن البقية لكن التقييم النهائي رح يكون لكم أصدقائي ونشوفكم إن شاء الله فيديو الجاي وتكمل السلسلات أيهما أفضل وفي أمان الله